مش بمزاجة الحياة اللي احنا عايشينها ظروفها تفاصيلها شروطها مش بمزاجي ولا بمزاج اي حد فيها هل انت متحكم في كل اللي في الشارع متحكم في الناس في العربيات متحكم في الرصيف متحكم في الطوب اللي في الارض لا بس انت مطلوب منك ان انت تمشي من هنا توصل لاخر الشارع في وقت ما فانت بتتعامل تمشي فوق الرصيف شوية تمشي تحت الرصيف شوية تتنطط شوية لقيت بركة مية تقوم رجيب مركبة ومعديها. انت بتتعامل. انت مش بتوملي شروطك على الشارع اللي انت ماشي فيه. رايح تشتري سلعة معينة. سعر السوق بيفرض نفسه عليك وعلي وعلينا وعلى الناس كلها. سعر السوق. ما ينفعش اقوله والله بص انا عايز الكيلو بجنيه. بمزاجي. لا يا حبيبي مش بمزاجك. وصلت الفكرة هو الفكرة هنا ان انت مش بتتحكم فيه شروط الحاجة اللي قدامك. مثلا كلكم معاكم موبايل. بيتنزله اي application لازم تضغط كلمة accept. موافق. موافق على شروطه. موافق على كلامه. موافق على اه تفاصيل اللي هو اللي هو عايزها منك. التصريحات اللي عايزها منك. ما انتش موافق. احزفه. وصلت الفكرة. فهو الناس اللي مفكر ان الحياة ماشية بمزاجها. لا هو مش بمزاجك. ولكن زكائك ان انت تتعامل مع كل حاجة في وضعها المزبوط. تاخد منها اللي انت عايزه وتبعد عن اللي انت مش عايزه. طيب الظروف حطتك ان انت تتعامل مع منصة فرنشاوي. تمام? تمام. وانا كمان الظروف حطتني ان انا اتعمل مع منصة فرنشاوي. على فكرة. يعني مشانا اللي مبرمجها. مشانا اللي حطت الازونات اللي فيها. هي في جهة ما شركة متخصصة في البرمجة والتطوير. هي اللي انشئت المنصة دي. وانا طلبت منها. وقالت لتفضل المنصة هي. واحد اتنين ثلاثة. طريقة التعامل فيها هتكون كزا 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 كزا. الطريقة دي مش عجبك او مش عجباني. مش هنقدر نغير فيها حاجة دلوقتي. ممكن الحاجة دي تتغير مع الوقت. لما تصدر ان في شكوى عامة من حاجة معينة هنعدلها او هنحاول نعالجها. لكن ان كل حد يدخل يلاقي انا انا مش عارف اشترك. هوب لا اديني الفلوس تاني. انا مش داخل معاكم. خلاص ما يتفضل. انا مش عارف مش عارف اشوف الفيديو. طب اعمل ايه? كل الغلطة انه هم بيعملش على انه تم مشاهدة هذا الدرس. بس غلطة واحدة بس من المستخدم كرهته في الدنيا ودخل وازعاج ورسائل وحاسس ان الدنيا كركبت مع ان الموضوع سهل جدا. طيب احنا مسئوليتنا ايه? ان احنا نرد ونوضح ونفهم الناس يا جماعة والله دي واحد ودي اتنين ودي ثلاثة. بس المطلوب من الناس شوية صبر. شوية صبر علشان المنصة لسه جديدة وانت لسه جديد عليها واحنا لسه جداد في التعامل معها. فلسه بنشوف ايه المشكلة ونعالجها. بنشوف الناس بتشتكي من ايه ونعالجها. خلاص. الكل الناس اللي شرفونا ونورونا وانتو اصحاب يعني ايه? انتو اصحاب المبادرة في ان انتو تشتركوا في منصة فرنشاوي. نحاول نخدمكو على قد ما نقدر. والله. بس شوية صبر. شوية صبر. المنصة بتاعتنا قائمة على ايه? قائمة على ان انت مش هتتجاوز عنصر الا لما تشك ان انت خلصت العنصر اللي قبله. بكل بساطة. تحت كل عنصر. هتفتح الكتاب. تحت كده هتلاقي ايكونة باللون الازرق وعلى جنبها مربع. هتلاقيه بيقولك? شاهدت هذا الدرس. لقد شاهدت هذا الدرس. تعمل التشك عليها. هيقوم فاتح لك على طول العنصر اللي بعدها. تقوم داخل بالسهم. فاتح لك العنصر اللي بعده. ايا كان بقى العنصر اللي بعده. فيديو هتشوفه. هيتفتح. امتحان هيبقى قدامك الامتحان تختبره. بس الامتحان الوحيد اللي لازم تختبر وتحل وتنجح. بنسبة انا بحددها سواء سبعين في المية او تمانين في المية. ويتعدي تدخل على الدرس اللي بعدية. طب لو ما عملتش اللي تشك دي على العنصر الاولاني. العنصر التانية مش هيفتح. وتقوم انت عامل ايه? بدل ما تشاغل دماغك وتدور والدعبس وتقلب وتطلع وتدخل. لا. الحقوني. 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 طب هنرد عليك. انتو نص نصبين. انتو عايزين تسرقوا فلوسنا. اه حصل من بعض الناس للأسر. وكأنه جاب التليفون اللي هو بتعامل معه من الشارع. مش عارف ان الرجل ده موجود بقاله سبع سنين تقريبا اونلاين. وبتعامل مع الناس بكل شفافية وكل امانة ومن غير فلوس. طبعا انا فوق التسعين خمسة وتسعين في المية. انا هنا مش كل الناس كده خمسة وتسعين في المية ناس في منتهى الشياكة في التعامل. منتهى الادب في الرد. اه منتهى الالتزام بالقواعد. لما نقول لك يرجى التزام التعليمات واحد اتنين تلاتة. فبيقوم عامل واحد اتنين تلاتة اربعة ويقول لك انا عملت واحد اتنين تلاتة اربعة تفضل. لما اطلب منك ايميلك او بتاعك مش اسرقك انا بخدمك انا بقدم لك خدمة تمام اما المساعدين عندي يطلبوا منك حاجات تديلهم الحاجة ما تقولوا مش ديه ده حاجة سرية مانفعش اديها لك ما انت مش هتديها لحد غريب ده انت بتديها للمدير الموقع اللي هو هياخد المعلومة بتاعتك دي يدخلها على المنصة هيظهر له اسمك وتليفونك وهكذا يبدأ يساعدك يقول لك والله انت ناس الباسورد خد الباسورد هي انت مش عارف خده وهكذا يعني خلاص فارجو من الناس تكون هادية شوية علشان نتعلم ازاي نتعامل بشكل جيد مع المنصة الفيديو تأخر ساعة ساعتين الدنيا ما ما تهدتش احنا برضو لسه في البداية انتو مش عارفين اللي بيحصل عشان الفيديو يطلع في الوقت ده بيتصور كام ساعة بيتمنتج كام ساعة بيتعمل له ابلود في مصر في كام ساعة عشان يظهر لك في النهاية المنتج قدامي هنحاول نتفادى المشكلات احنا كل ده بنتكلم في خمس ايام شغل خمس او ستة ايام شغل على المنصة عملين من العافر لحد ما نصبط الدنيا مجرد ما الدنيا تتساستم هتلاقوا الدنيا ماشية بسلاسة وبمولونة ان شاء الله خلاص